أحد الشباب ذهب بوالديه إلى مطعم غال لتناول الطعام علما أنهما لم يكن يريدان ذلك ولكن الابن كان يرغب أن يأخذهما في كل حال إلى مطعم غال وبالتالي رتب البرنامج ليأخذهما إلى أغلى مطعم في المدينة لتناول الغداء وذلك فرحا باستلامه أول راتب له كان الوالد مصابا بمرض الرعاش حيث كان جسده يرتعش دائما والأم كانت ضعيفة النظر فلما دخل هذا الشاب بحالته الرديئة مع أبويه العجوزين في المطعم نظر الناس الموجودون هناك إليهم نظرات عجيبة وكأنهم جاءوا هناك خطأا جلس الابن وسط والديه لتناول الطعام فكان يدخل لقمة في فم أمه العجوز واللقمة الأخرى في فم والده أثناء الأكل أحيانا كان يرتعش وجه الوالد فكانت تقع ذرات الخبز والإدام على وجهه وملابسه وهكذا كانت حالة الأم فعندما كان يقترب باللقمة من فمها كانت تنظر إلى هنا وهناك غير متعمدة فيتلوث وجهها وملابسها بشيء من الطعام أيضا والجالسون حولهم ينظرون إليهم بازدراء من البداية ثم بدأوا يضحكون عليهم قائلين ما كان ينبغي عليهم أن يأتوا إلى مثل هذا المطعم الغالي بما أنهم لا يعرفون آداب الأكل حزن الابن كثيرا على مرض والديه وحالهما احتبس الدموع وأظهر الابتسام على وجهه وغض النظر عما يجري في الأطراف ظل يطعم أبويه لاعتباره عباده بعد الانتهاء من الأكل أخذهما إلى مغسلة اليد بكل احترام نظف وجههما وأيديهما وأزال بقع الطعام وعندما أراد الخروج من المطعم وهو يساندهما نداه مدير المطعم وقال يا بني لقد ترقت لجميعنا شيئا قيما جدا التفت إليه الشاب متسائلا عنه باستغراب ما هو بدأ المدير يخلع نظارته ويمسح دموعه قائلا إذنه الدرس للشباب والأمل الآباء العجز عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر